بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن وعلى حياكم الله مع لقاء متجدد برنامج مدارك وفي وقفتنا التي نحاول أن ندركها في هذه الحلقة سنتكلم حول المعوذتين خواتيم القرآن الكريم آخر سورتي من القرآن الكريم من أعظم السور وهما المعوذتين وهما اللتان كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ بهما الحسن الحسين كان قبل نزولهما يرقيهما بأرقية وأدعية فلما نزلت المعوذتان رقى بهما وترك ما سواهم يعني خلاص قلوا عذر رب الفلق قلوا عذر رب الناس تكفي عن كل أنواع الرقية لعظمي وبركتي هاتين السورتين لذلك تكررت في أذكار الصباح والمساء وتكررت في أذكار بعض الصلوات وقبل النوم وعند الرقية ومهم جدا أن نتأمل في هاتين المعوذتين وأحد العلماء انتبه إلى لفتة جميلة في الفرق بين قلوا عذر رب الفلق وقلوا عذر رب الناس فقال المعوذة الأولى قلوا عذر رب الفلق تتكلم بسلامة البدن والنفس من الشرور الثلاث ما هي هذه الشرور؟ قلوا عذر رب الفلق أي الله جل وعلا من شر ما خلق أي من الناس ومن شر الجن ومن شر كل ما خلق من أن يؤذوك ومن شر غاسق إذا وقب من شر الليل وما يكون فيه من مخاطر على الإنسان ومن شر نفاثات في العقد من الساحرات ومن السحر الذي يؤذي النفس البشرية ويؤذي البدن ومن شر حاسد إذا حسد أي من شر ما يأتي من الحسد والعين وهذا يؤذي الإنسان وهذه المخاطر كلها على البدن وعلى النفس في سورة الفلق ثم جاءت سورة الناس فجاء فيها المخاطر من الشيطان على الدين بالوسوسة فلم يأتي بكل عذر رب الناس فقط فلو كان بالمثال لكان قل عذر رب الفلق من شر من شر من شر لكن لما جاءت قل عذر رب الناس تكررت ثلاثة صفات الله تبارك وتعالى صفة الربوبية والألوهية والملك فلم يقول قل عذر رب الناس من شر وسوء سلخ الناس لا بل قل عذر رب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسوء سلخ الناس قال الإمام الرازي وهذا يدل على أهمية سلامة الدين فإن سورة الناس تتكلم عن سلامة الدين من شر سورة الخناس فهذا أعظم وأشد من سلامة البدن والنفس من شر قول يضرب الثلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر نفسات العقد ومن شر حاسد إذا حزد وهذه لفتة جميلة جدا على أهمية أن نحافظ على ديننا وأن نعتصم بالله جل وعلا في أن يحفظ لنا ديننا كما ندعوه أن يحفظ لنا أنفسنا وأبداننا وأحوالنا كذلك مهم جدا أن يحافظ الإنسان على دينه وللأسف من الناس من يحافظ على بدنه ويحافظ على ماله ويحافظ على وظيفته لكنه لا يحافظ على دينه كما قال الشاعر نرقع دنيانا بتمزيق ديننا فلا ديننا يبقى ولا ما نرقعه فنصل نسير ونواصل بتيسير القدير حياكم الله إخوان الكرام حياكم الله أخوات الكريمات نعم نحتاج بأن نستعين بالله جل وعلا من كل الشرور التي تحيط بأبداننا وأموالنا وأنفسنا وديننا أهم من هذا كله رأس مالك الحقيقي هو الدين ولذلك جاء في الحديث اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر وجاء في الدعاء أيضا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا لذلك مهم جدا ونحن نستشعر البعاني التي نستقيها من المعوذتين التي نقرأها في كل صباح ومساء نستشعر أننا حينما نقرأ سورة الفلق فإننا نستعين بالله جل وعلا في أن يحفظ لنا أبداننا وأنفسنا من شرور كل شيء يحيط بنا ونستشعر ونحن نقرأ سورة الناس أن يحفظ لنا ديننا من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس حتى يسلم لنا ديننا وبالمناسبة ذكر العلماء لفت جميلة أن الله جل وعلا بدأ بالجن فإن هناك شياطين من الجن وشياطين من الإنس فقال العلماء بدأ الله جل وعلا من شرور سورة الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بدأ بالجن لأنهم الأكثر في الوسوسة والأكثر في الأذى والأكثر في الاستحضار عند الإنسان أما الناس فإنهم مشاهدون شيطان الإنس مشاهدون وحاضرون وقد تقوم إذا وسوس لك شيء أو أمرك أحد شيطان الإنس بمنكر قد تقوم لكن الشيطان الإنس ملازم معك وهو من الابتلاءات في هذه الدنيا وكل ما ازدت طاء الله تبارك عطا كلما خنس هذا الشيطان وهو من الابتلاءات التي قدرها الله علينا حتى ترفع درجة المؤمن وكلما اشتد إيمانه اشتد الوسواس عليه وهذه علامة من علامات الإيمان كذلك لا يفوتنا أن الاستعادة من الشيطان الرجيم مطلب عظيم في حياتنا دائما إما بالسورة قول عبر الناس ملك الناس أو أعود بالله من الشيطان الرجيم إذا بدأت قراءة القرآن أعود بالله من الشيطان الرجيم إذا جاءك غضب تتعود بالله من الشيطان الرجيم إذا وجدت مكان نسيت شيء تتعود من الشيطان الرجيم كثيرة هي المواطن التي تتعود بالله من الشيطان الرجيم بالمناسبة الشيطان إذا ضخمته ولعنته تضخم أما إذا استعذت بالله منه يخنس ويصغر لذلك لا تضخم من الشيطان بكثرة لعنه بل أكثر من الاستعادة بالله من شره حتى يسلم لك دينك ويضعف شيطانك وكذلك من الأدعية العجيبة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ثق الميزان وفكر هاني وأخسئ شيطاني يعني تسأل الله أن يخسئ الشيطان الذي معك فكلما ازددت طاعة كلما خسئ الشيطان وخنس وهذه من الأدعية التي فيها استعانة بالله تبارك وتعالى وفيها حرز بإذن الله جل وعلا من الشيطان الرجيم كذلك مما يذكر في هذا المقام الاستعادات الكثيرة في القرآن الكريم لكن الوقت قد أزف ولعلنا نذكر شيئا منها في حلقة قادمة إن شاء الله إلى ذلك الحين أستدعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة